الميليشيات لن تترك السلطة في العراق من دون قتال بهذا العنوان بدأت مجلة مركز مكافحة الإرهاب الأمريكية تقريرها الذي صلت الضوء على نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في هذا البلد وسيطرتها على كافة مفاصل الحياة فيه المجلة رأت أن مقتلى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذين كانا مرتكز مشروع إيران وميليشياتها في العراق والتظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم يشكلان عقبة في طريق المزيد من توغل هذه الميليشيات في المؤسسات العسكرية والاقتصادية والإدارية العراقية وبالرغم من هذه العقبة فإن الميليشيات لن تترك السلطة في العراق من دون قتال دفاعا عن مكاسبها الكبيرة المجلة صلتت الضوء على بعض حيثيات النفوذ الإيراني في العراق ومنها أن سلطة سليماني والمهندس كانت فوق سلطة مكتب رئيس الحكومة في بغداد حتى أن أبو مهدي المهندس كان في عام 2019 مركز نفوذ قوات فيلق القدس الإيراني في العراق لدرجة أن الطبقة السياسية في العراق كانت تسميه المحافظة العسكرية الإيرانية للعراق اقتصاديا سيطرت الميليشيات على التجارة العراقية وجنت منها أرباحا لها ولإيرانا ولميليشيا حزب الله في لبنان وأعطت المجلة أمثلة على ذلك مؤسس ميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي الذي أصبح من أغناء أغنياء العراق عن طريق التجارة والسيطرة على وزارة الاتصال كذلك ميليشيا حزب الله اللبناني التي فازت بعدد من العقود في العراق بدعم من تلك الميليشيات ناهيك عن وصول الميليشيات إلى النظام الرقمي للرواتب في العراق وإدراجها أسماء وهمية فيه لتجني عشرات ملايين الدولارات شهريا وتختم المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن الميليشيات في العراق قادت القوات الحكومية لقمع التظاهرات الشعبية وشكلت خلية أزمة من أجل ذلك وقد شكلت تظاهرات تحديا كبيرا لها لكنها وكما ترى المجلة لن تتخلى عن مستوى نفوذها والمستوى الذي بلغته من السلطة في العراق بالرغم من قتل مهندسيها